إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ولهذا السيوط رحمه الله ذكر إجماع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شرط الشرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله تبارك وتعالى والشرط الثاني أن تكون بلسان العرب والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله تبارك وتعالى والذي ينظر اليوم إلى حال الناس مع هذا الجانب تجد أحياناً بعض الناس يعتقد في الراقي يعتقد فيه ويظن أن عنده باركة وأن له كرامات وأنه شخص مختلف عن كثير من الناس فيعتقدون في الأشخاص وهذا مما لا يجوز شرعاً فالإنسان الأصل في ذلك أنه لا يطلب الرقية لا يطلب الرقية وإذا ورد من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا أعداب منهم ولا يسترقون أي لا يطلبون من يرقيهم لكن لو جاءك شخص ويريد أن يرقيك بغير ذلك الرقية فلا مانع من ذلك شرعاً لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع ملكم أن ينفع أخا فليفعل وقد رقى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعه النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لو بسم الله أرقيك من كل داء يؤديك فرقاه جبريل ولكن ما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الأب مثلاً لو جاء براق لابنته أو جاء براق مثلاً لابنه أو نحو ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله لكن موضوع الرقى هو أخذ طابعاً يعني خاصاً في هذه الآوينة الأخيرة ودخله من ليس من أهله ده بل الآن أصبح لما عنده ميدار يعني يفتح محلاً للرقية الشرعية ويكتب بالحروف البارزة على دكانه يعني الرقية الشرعية الرقية الشرعية والحجامة فأصبح يعني يخلط هذا بداك وعنما تنظر إلى حاله يعني مع المرضى الذين يقصدونه تجد المخالفات في هذا الباب ولهذا يمكن أن أقول أن من أراد الدخول إلى باب الرقية يعني من إخواننا الذين أرادوا أن ينفعوا إخوانهم وهذا يعني شيء قليل وإلا ما هم يريدون أن نفع جيوبهم وملأها وأصبح التغالي وأصبح التنافس وأصبح التضابر وأصبح يعني الرقات أصبحوا أحزاباً وفرقاً وهذا يحذر من ذاك والآخر يحذر من هذا وجربت عليهم أمور يعني لا تنبغي جرب عليهم يعني الاعتداء على الأعراض والاعتداء على الناس ونحو ذلك ولكن لا أعمم إنما أقول هذا عند بعض الناس وقضية الاحتراف في الرقية يعني لا مانع منه شرعاً إذا كان الإنسان مؤهلاً إذا كان الإنسان مؤهلاً لا مانع أن يحترف يعني مهنة الرقية ولكن بشرطي أن يكون مؤهلاً وهذا فيه سد الباب على المشعوذين وعلى الدجاجلة وعلى الخرافيين الذين يضحكون على الناس ويبتزون أموالهم فأقول بالنسبة للراقي المتصدي للرقية أول شيء ينبغي أن يكون هذا الراقي صحيح المعتقد أن تكون عقيدته عقيدة سليمة حتى لا يعني يضحك عليه الشياطين وينبغي أن يكون دارساً لعلوم العقيدة على الخصوص بمعنى أن يكون دارساً لعلم العقيدة يعني حتى يعني لا يستغفله يعني الشياطين أثناء الرقية الشرعية ولهذا عندما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله وقرأ على مريض فكلمه الجن الذي في جسد هذا المريض قال لو سأخرج طاعة لك فقال له شيخ الإسلام رحمه الله بل تخرج طاعة لله تبارك وتعالى وليس طاعة لي فهذه يدل على عمق علم شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله فإن الشياطين يريدون أن يوقعوا هذا الراقي في أمور محرمة وأحيانا تجد الراقي قد يمس المرأة ويمس مفاتنها ويعني يلمسها وهذا كله غير مشروع هذا كله غير مشروع فالراقي لا بد أن يكون صحيح المعتقد أول شيء ثم الأمر الثاني لا بد أن يكون له يعني نصيب من العلم الشرعي لأنه أحيانا سيكلم هذا الجن وسيدخل معه في نقاشات وفي كذا فلا بد ماذا أن يكون له نصيب من العلم يعني الشرعي لأن هذا العلم الشرعي يحميه ماذا يحميه من الشبهات التي تورد عليه كذلك أوصي إخواني الرقاط بالرجوع إلى العلماء ولا ينبغي أن يجتهدوا في مثل هذه الأمور لأنه أحيانا قد يجتهدوا في أمر وهذا الأمر قد يكون شركا وقد يكون بدعة وقد يكون يعني معصية فلا بد من الرجوع إلى العلماء وسؤالهم عن الأمور التي تشكل عليهم في قضايا الرقية الشرعية ومن الرجوع إلى العلماء الرجوع إلى الكتب التي ألفت في هذا الجانب فهناك الحمد لله فتاوى متعلقة بالرقية الشرعية يعني نجدها من فتاوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وكبار العلماء يعني كانوا يسألون عن قضايا الرقية وقد جمعت في مؤلفات ومن ذلك يعني مجموع في مجلدين يعني ألفه يعني شيخنا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان أحد علماء الأردن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الجان هذا كتاب مفيد وجميل جدا وأنصحوا إخواني الرقات بالرجوع إليه لأنه فيه حل إشكالات كثيرة متعلقة بالرقية الشرعية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في الجان لأن شيخ الإسلام رحمه الله يعني كان يعني كان يرقي غيره رحمة الله عليه وله صولات وجولات مع يعني مع عالم الجن والشياطين كذلك لا بد أن يكون هذا الراقي على تقوى من الله تبارك وتعالى لا بد أن يتق الله عز وجل ويكون له نصيب من تقوى الله تبارك وتعالى وأن يخاف الله عز وجل ويستحضر وقوفه بين يديه عز وجل لماذا لأنه أحيانا قد تجد الراقي لا صلة له ببيئة الاستقامة أصلا وأحيانا قد تجده لا صلة له بالدين وبعض الرقاء تجده لا يصلي أحيانا تارك للصلاة عيذا بالله وقد يؤخر الصلاة وقد يجمع الصلوات وقد تجد عنده يعني مخالفات شرعية كثيرة ولهذا يعني مما يعين على شفاء هذا المريض الذي يعاني من المس أو السحر أو نحو ذلك أن يكون هذا الراقي على مستوى من تقوى الله تبارك وتعالى ولهذا كان يعني الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما ممن يعني دخل هذا الميدان يعني كان الشياطين يضربونهم ألف حساب ألف حساب فأحيانا كان يقول الإمام أحمد لتلميذه اذهب عند فولان وقل له إن الإمام أحمد يقول لك أخرج من هذا الجسد فيخرج يعني لماذا لذاك النصيب من التقوى الذي عند الإمام أحمد ولهذا القرآن يقرأ تجده حسن الصوت وحسن كذا ولكن تقوى غير موجودة فكما قال أبو القيم رحمه الله السيف بضاربه وليس بحده السيف بضاربه القرآن موجود لكن من يقرأ القرآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان أحدهم يقرأ الفاتحة فإذا المريض يقوم كأنما نشط من عقال الفاتحة فقط لكن من قرأها صحابي أعمقوا علما أعمقوا علما وأجمعوا تقوى هؤلاء الناس كانوا يقرأوا في الفاتحة ولا يطيلون مع المريض فلابد أن يكون على نصيب من تقوى الله تبارك وتعالى ثم الأمر آخر أن يكون رفيقا بالمرضى الذين يقصدونه ولا ينبغي أن يكون همه وابتزاز أموالهم واستخراج ما في جيوبهم فلابد أن يكون رفيقا رحيما بهم فمن كان فقيرا فليحاول ماذا؟ فليحاول أن يحدد له المبلغ الذي يستطيعه لأن هناك كثير من الناس الذين يذهبون إلى الرقات فيشتكون من هذه القضية قل لك يعني عنده سوم معروف ميتين دلهم الحصة مثلا أو طلب مني مبلغ كذا وكذا فهذا لا يجوز فإن الإنسان ينبغي أن يكون يعني رفيقا بإخوانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه أن ينفع أخاه فهي فيها نفع ولا ينبغي ماذا؟ يعني أن تكون على حساب ماذا؟ على حساب ابتزاز أموال الناس بغير حق ثم أن يكون هذا الراقي حسن القراءة ينبغي أن يحسن القراءة لكلام الله تبارك وتعالى لأنه أحيانا نجد بعض الرقات لا يحسن حتى قراءة الفاتحة ويقع في اللحن الفاحش الذي يأثم صاحبه عياذا بالله فعني كيف تدخل هذا الباب وأنت لم تحسن قراءة كلام الله تبارك وتعالى فيجب عليك أن تتعلم أحكام القراءة تتعلم التجويد وكيف تقرأ كلام الله تبارك وتعالى ثم الأمر الآخر يتعلق بالمريد والمريد لا بد يعني أولا أن يجعل توكله على الله سبحانه وتعالى ويعتبر هذا الراقي هو فقط سبب من الأسباب لأنه أحيانا نجد المرضى يتعلقون به بالراقي يتعلق به وإنما التعلق ينبغي أن يكون بالله وتوكلك ينبغي أن يكون على الله وتعتقد أن هذا الراقي إنما هو سبب أرسله الله تبارك وتعالى إليك ثم ينبغي أن تكون أصلا أنت متقل لله أزوجا ينبغي للمريد أن يعين نفسه لأن المريد يعني جل الشفاء يعني معه وهو ماذا وهو أن يكون متقربا إلى ربه تبارك وتعالى فلا ينبغي للمريد مثلا أحيانا إنسان لا يتارك للصلاة تارك للصلاة لا يصلي أو إنسان فاسق عنده سحر أو عنده مس أو عنده عين ويريد من الراقي أن يشفيه يعني هل نحن الآن في طب الأبدان يعني عندك المعدة أو عندك الزائدة أو عندك كده أو عندك لا هذه أمور روحانية ينبغي أن تعين أنت نفسك أن تتقي الله تبارك وتعالى لأن هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين فينبغي أن تكون أولا أنت مؤمنا بالله عز وجل حتى تعين نفسك على الشفاء ثم أن تكون الوسيلة التي يرقي بها هذا الراقي مشروعة لا ينبغي أن يستعمل البدع في الرقية بدع كثير الآن دخلت عالم الرقية فينبغي للرقات أن يسألوا عنها العلماء فما أجازه العلماء فيطبقونه وما منعه العلماء فيبتعدون عنه لأنهم أعلموا بالشرع من هؤلاء إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد